من ضمنها هاي مقصر منطقة محرمة تجي تبيعها بـ 42 مليون على أساس على أساس انت بعتاز فلوس بـ 42 مليون صفقة واحد يبقى الخوة تريد ما على حساب ما على حساب أرضك هو الله سبحانه وتعالى قال أرضك دينك أرضك ليش هم مش خلّهوا مع باعه و أحدهم قلت لك كان زيد عرفات إلا أجيبه شيش تقول هاد قنصل هو اللي باع الخارجية العراقية تطالب الحكومة الكويتية الطونة 42 مليار حتى نبدل هاي قصة أخرى مال مقصر حتى نجي هنا وحدة وحدة حتى نبني البيوت ونسحب البيوت المتجاوزين بهذه المنطقة المحرمة مال مقصر وخاتمون وزارة الإسكان والبلديات تزولون رقم الحساب هاي الوتاقة أنا أعرفها قدام المشاهدين أنا بس أريد أفهم هذا بيع مشارعا طبعا هاي خيانة طبعا بعد أكثر من هاي الخيانة شنو الساد نجم خيانتيش هاي مو خيانة هذه والله العظيم المفروض يعدمون بساحة التحريف خيانة خيانتيش أنا لذلك هو هنا أنا راحي تولد سؤال يا ست عالية أنتم طالما قد تبنيتم هذه القصة من ألفها إلى يائها واستطعتم أن تنجحوا أمام القضاء والشعب العراقي صحيح النسخة الثانية التصريحات التي أدلى بها الكويتين على أنهم دفعوا رشاوي الآن تحتفظون بها يتقدموها وثيقة أنه ما بني على باطل فهو باطل يعني أنا أنا أول البارحة رحت لأحد القضاءات اللي أنا أعتز بهم سؤالة فتلة قلت له اتفاقية فينا كذا تقول وهذا تعتبر الموظف أخل بواجباته وبالتالي يتعاقب أفق المادة خلي سمعوني موظفي وزارة الخارجية اللي عاملين على هذا الملف ستقام أمام عليكم دعوتين وحدة أمام القضاء الإداري سنكتب باللواح وحدة أمام النزاهة لأن هاي مخالفات الواجبات الوظيفية أنت اليوم كموظف المفترض أن تحرص على حقوق دولتك تروح تفرط وتروح تبيع وتشتر وتقبض المليارات وهذا ما يهمك لا كلهم ذول حيتحاسبوا كل الأسماء اللي حسنا ذكرناها واللي يشتغلوا من تاريخ فتح القرارات الدولي اللي اليوم سوف يعاقبون واتفقت ويا القضاء والقضاء موجود الأسماء كلها راح تقريبون وأحدهم قلت لك كان زيد عرفات إلا أجيبه شي شي شتغل هذا قنصل هو اللي باع يما في دول القنصل وبعدها قنصل وبعدها صار سفير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر